وبهذه المناسبة الأليمة أقيمت قداديسو إلهية في عدد من كنائس العاصمة الأردنية عمان تلاها يوم صوم وصلاة وتوبة على نية لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع مؤخرا في مرفأ بيروت وقد وجه المدبر الرسولي للبطرياركية اللاتينية رئيس الأساقف بير باتيستيا باتسبالا رسالة إلى الأساقفة والكهنة والمكرسين والمكرسات وإلى جميع المؤمنين في أبرشية البطرياركية اللاتينية في الأردن وفلسطين دعا فيها إلى تخصيص القداديس والصلوات من أجل الشعب اللبناني وجمع الهبات وتقديمها له وفي كنيسة مارش هربل بعمان أقامت رعية الكنيسة قداس عيد التجلي الذي تم تقديمه لراحة أنفس الضحايا وعنية الجرح الذين أصيبوا في الانفجار هذا وعربت الكنائس المحلية عن تضامنها مع لبنانا وشعبه في محنته الكبيرة ورفع المؤمنون صلواتهم من أجل أرواح الضحايا وشفاء الجرحة واستقرار هذا البلد الجريح في ظل الأوقات العصيبة التي يمر بها